مازالت احتفالات جماهير النادي الاهلي مستمرة مازالت فرحة الاهلوية مالية كل مكان اهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة من السادسة اكسير السعادة اكسير الفرحة النادي الاهلي اللي انفرح جماهيره دايما ومازالت البطولات والالقاب تتوالى لقب البطولة الاثناشر لقب غالي جدا نسخة استثنائية هنتكلم كتير جدا عن فرحة كل الحقيقة مصر كلها فرحانة واعتقد انه الاعترافات مش اعترافات التصريحات الكلام اللي بيتقال عن انجاز الاهلي وتحقيق البطولة رقم 12 انه الفريق يخوت خمسة نهائي على التوالي يفوز ويتوج باربع القاب منهم ما زال حديث الشرع العربي كله الحقيقة كل الاستوديوهات حتى عند الاشقاء في تونس اللي مدرك تماما يعني كانوا ايه حاسين ان هم قريبين من تحقيق لقب غاب عن الانديات التونسية وغاب عن الترجي طبعا بصفته كبير الانديات التونسية بقاله فترة طويلة لكن تشعر بالفخر فيه سعادة انك انت حققت بطولة ده شيء طبعا طبيعي جدا ومتعودين عليه في الاهلي فرحانين بالاهلي فرحانين بالانجاز اللي حقوق الجيل ده ده شيء ما فيهش كلام لكن فيه سعادة اكتر لما بتشوف ردود الافعال من الاستوديوهات ومن المحللين ومن الخبراء ازاي كل بيتكلم على ان في افريقيا الاهلي لا ينفس الا نفسه بل انه فيه ناس راحت لانه خلاص المنافسة في افريقيا حسمت وانه الاهلي لابده انه يبحث عن مجال اخر الاهلي اللعب في اوروبا سمعتها كتير الاهلي لازم يسيب فرصة لانديها الافريقية عيب على الانديها الافريقية انه بيرفيش على الساحة غير النادي الاهلي هذا هو الأهل يا سادة فخر جمهوره فخر الكرة المصرية ورياضة المصرية عن الفرحة هنتكلم وعن البطولة والإحساس بالتتويج بالبطولة رقم 12 هنقول كلام كتير وعن نجوم تعبت لحقيقة مجهود غير طبيعي مجهود خارق لحقيقة السيزن ده مش أول الإنجازات ومش أول فرحة الجماهير لكن يمكن يكون أغلاها من حيث الألقاب ومن حيث الأهمية لكن خد بالك وبص كده للأمور من وجهة نظر ناس بتلعب مع الأهلي الأول مرة العيب بشارك في صفوف النادي الأهلي والأسماء كتير منهم وسام أبو علي منهم رضا سليم منهم عمر كمال عبدالواحد منهم إمام عشور منهم أنتوني مودست العيبة دي جات الأهلي موسم واحد فقط لغيرها حققت ما لم يحققه أي نادي آخر في قارة إفريقيا تبتكلم على موسم واحد حققت في بطولة دوري أبطال حققت في وشاركت في بطولة كاس عالم أندية وحققت مركز ثالث وفصت ببرونزية للتاريخ حققت بطولة كاس حققت بطولة سوبر مصري كل دي إنجازات في موسم لم ينتهي بعد يعني في موسم مازال في إن شاء الله بإذن الله أمل في زيادة الحصيلة من الألقاب ومش بس كده ده أنت عينك كمان رايحة على فين؟ أنت الموسم اللي جاي أصلي ناس كتير قوي بتكلم في مين ماشي ومين رايح ومين قاعد ومين جاي كلام كتير قوي حاصل مين ممكن يسيب بطولة زي بطولة كاس العالم الأندية في الموسم القادم بشكلها الجديد وهو بيشارك مع وانت بتلعب مع بوكات جونيوز بتلعب مع بالميراس وبتلعب مع الإنتر وبتلعب مع السيتي وبتلعب مع الريال وبتلعب مع كبار العالم كبار العالم السيادة العالم في كرة القدم انت مشارك في بطولة رسمية معهم مين ممكن يسيب بطولة زي بطولة الإنتر كونتينينتر واللي بنظامها الجديد ممكن جدا جدا الآلي فيها يروح لبعيد مين ممكن يسيب التاريخ مين ممكن يسيب الشهرة مين ممكن يسيب المجد مين ممكن يسيب النجاح ويسيب قبل كل ده حب الناس هو ده النادي الاهلي يا ساتر